أمنياً دائماً وقفت الفرقة المتنقلة لشرطة القضائية بولاية بشار أربعة أشخاص تتروحوا أعمارهم بين 25 إلى 35 سنة كانوا بصدد ترويج كمية معتبرة من المواثرات العقلية قدرت ب 6690 قرص من مختلف الأنواع و120 غرام من الكيف المعالج العملية جاءت على إتر معلومات دقيقة تم استغلالها للإطاحة بأفراد العصابة وقد قدرت قيمة المهلوسات بـ 400 مليون سنتيم مهدي بوشتة تمكنت قوات شرطة للفرقة المتنقلة لشرطة القضائية واحد بأمن ولاية بشار من توقيف أربعة أشخاص كانوا بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت كميتها الإجمالية ب 6690 قرصاً من أنواع مختلفة كما مكنت العملية أيضاً من حجز كمية من المخدرات قدرت بوزنها ب120 غراماً العملية هذه جاءت بناء على معلومات دقيقة تم استغلالها بعد سلسلة من التحريات والتفتيشات من خلال إعداد خطة محكمة لتوقيف الفاعلين الذين كانوا بصدد ترويجها في أوساط الشاب ترجمة نانسي قنقر